كان من المفترض أن تعقد اليوم جلسة مهمة لمجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار بشأن حرب غزة لكن تم إرجاؤها مرة أخرى بناء على طلب الولايات المتحدة لسماح بالمزيد من الوقت للمفاوضات حول صياغة مشروع القرار يدعو القرار إلى وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع وسط محاولات لإقناع الولايات المتحدة بالامتناع عن التصويت بدلا من استخدام حق النقد ضد القرار وفي هذا الصدد قالت الخارجية الأمريكية أن واشنطن سترحب بقرار يدعم تلبية الاحتياجات الإنسانية لغزة ولكن مع الأخذ في الأتبار كافة التفاصيل مضيفة أن الولايات المتحدة تعمل مع دول في مجلس الأمن لحل قضايا معلقة بشأن مشروع القرار الخاص بغزة وتركز الخلاف حول كيفية صياغة المطالبة بوقف العمليات العدائية بعد المفاوضات بين الدول الأعضاء لتجنب استخدام الفيتو كما فعلت الولايات المتحدة قبل أسبوع عندما استخدمت حق النقد الفيتو لمنع صدور قرار من المجلس بوقف إطلاق النار فورا في غزة من الاثنين إلى الثلاثاء ثم الأربع وأخيرا تم الإعلان عن أن الجلس ستكون غدا الخميس هذا الخلاف بشأن الشكل الذي سيتم بصياغة هذا القرار طبعا الولايات المتحدة الأمريكية تأخذ بعين الاعتبار يعني الموقف الإسرائيلي وما تطلبه إسرائيل في هذا الأمر وهو استمرار القتال كما جاء اليوم على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتانياهو بأنه أي شخص يعني سيطلب أو يفكر بأنه إسرائيل ستتوقف عن هذه الحرب إلا بعد القضاء الكامل على حركة المقاومة حماس فهو يتوهم أو هو غير متصب بالوقع هكذا جاءت الجملة على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي حتى المطالبات العالمية من كل دول العالم تقريبا بالحد الأدنى للمساعدة هو إدخال مساعدات إنسانية يحتاجها القطاع بشكل كبير حتى يعني هذا المطلب يحتاج إلى أنه يتم التصويت عليه في مجلس الأمن ولكن يظهر الفيتو الأمريكي لمنع أي مساعدات حتى المساعدات الإنسانية البسيطة في الدخول إلى القطاع ويمكن النهاردة شهدنا في المؤتمر الصحفي الذي عقد وزير الخارجية الأمريكي كان يشير ويعني يشيد بالمقاومة والوضع في أوكرانيا على سبيل المثال ويتحدث عن العدوان الشديد من قبل القوات الروسية ويحيي الشعب الأوكرانيا على هذا الصمود ويدعو العالم أجمع إلى الوقوف بجانب أوكرانيا وعلى الصعيد الآخر يمنعون حتى وصول أبسط المساعدات إلى القطاع القطاع الذي بقى له 75 يوم في حرب مستمرة المجازر أصبحت بتتكرر بشكل يومي مشاهد القتلى مشاهد الأطفال اللي بيفقدوا أبأهم وأمهاتهم وإخوتهم الأطفال نتكلم على 25 ألف طفل فلسطيني داخل قطاع غزة أصبح يتيم ويتيم هنا مش بس يتيم الأب والأم في بعض الأطفال اللي فقدوا كل العيلة الأعمام الخلان الأقارب وأصبحوا في هذه الدنيا بلا أي صلة دم لأنه في عائلات بالكامل أبيضة داخل القطاع تحدث النهاردة على أنه في حالات بتموت داخل القطاع ليس بالقصف ولكن بسبب أنه ما فيش وصول للمياه ما فيش وصول للغزاء بيموتوا عطشاً وبيموتوا جوعاً داخل القطاع مع هذا التعنت الإسرائيلي اللي بيدعمه بشكل كبير جداً جداً الولايات المتحدة الأمريكية بمنع هذه المساعدات الإنسانية الأساسية من الدخول إلى القطاع ترجمة نانسي قنقر